ادخل العراق في التوقيت الحرج الذي يقود زعزعة الامن والاستقرار والتأخير عن العمل السياسي والامني نقوص خطر يدقه السياسيون من الوزن الثقيل على باب الحكومة باتخاذ قرارات عجلة ضد العبث بامن البلاد وزارة الدفاع الامريكية تجدد تحذيرها مما وصفته بانشطة ايران الخبيثة في العراق والمنطقة مؤكدة وجود فرصة للعراقيين لاجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت القوات الامريكية والبعثات الدبلوماسية البنتاجون الذي يدرك التهديد الذي تشكله ايران في المنطقة لكنه لا يستبعد تكرار الهجمات من خلال وكلاء طهران في العراق اي انه المشهد يعود لتحويل البلاد الى ساحة صراع دائر بين المعسكرين الايراني والامريكي ومن يقف مع كل منهما ضد الاخر باحداث الفوضى والفتنة والعبث الدموي الخارج عن دولة سيادة القانون اعمال استفزازية تجر ايران امريكا من خلالها للضغط عليها لكن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي ما يطرح احتمالات الغضب المستعر في الايام المقبلة اذا لم تتوقف جامعة السلاح المنفلت من استخدام العراق ساحة مستباحة الامن والوقت والارواح مسؤولون توقعوا توجيه ادارة بايدن ضربات ضد مطلق الصواريخ في حال تكرار الهجمات على المصالح الامريكية ومع ذلك فان تحقيق الامن والاستقرار لبغداد على رأس اولويات التعاون الامريكي العراقي بهدف الوصول الى مشهد اكثر امنا يضمن استكمال رسم الهدوء في المنطقة المعضلة النووية التي ستنهي حيزا كبيرا من التوتر والاستفزاز في المنطقة يذهب الى نفق مجهول بعض الشيء الجانب الامريكي يرفض اية محاولة ايرانية من شأنها لي الضراع والمقايضة بامريكيين محتجزين في طهران قراءة اوسع تكشف ملامح التحدي بين الدولتين لن تسمح من خلاله واشنطن الا تمرير صفقات ايران في المنطقة لذا فان الاحتدام المتصاعد يجب العمل على بحث عاجل وفوري وتنسيق عال بين بغداد وواشنطن لضمان الخروج من نفق مظلم جديد قد يغرق العراقيين في الدم والانهيار والخسارات